السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لسلسلة المقارنات ما بين العربيات اللي بتشترك في فئة سعرية قريبة من بعض. النهاردة هنقارن ما بين العربية البي وي دي اف سري. والعربية الرينو لوجان. اه الرينو لوجان مجموعة فئات بتبدأ من ربعمائة وخمستاشر الف جنيه لحد ربعمائة خمسة واربعين الف جنيه. ده سعرها حاليا دلوقات ساعة ما انا بتكلم. ممكن كمان نصف ساعه يبقى سعر حاجة تانية. عشان محدش بس يبعتلي في التعليقات ويقول لي لا ده سعر تغير ولا ايه بصص على فيديو من سنة فاتت. بالنسبة لبي وي دي اف سري سعرها بيتراوح من تلتمائة وتسعين الف الى ربعمائة واربعين الف جنيه برضو في لحظة ما انا بتكلم دلوقتي. وطبعا لما حضرتك هتروح المعرض هيزود عليك يعني حاجة. اه النفحة من النفحات اللي بيزودوها هنا في مصر هيقول لك اه كزا. تمام? لو انت عايز لون معين مسلا او حاجة على حسب نوع العربية بتاعتك. طيب نخش فيه التفاصيل اه اللي احنا عايزين نقارن بين العربيتين فيها. اه التفاصيل دي اه اللي هي التفاصيل الهمة. هنسيبنا بقى من من الخيابة بتاعت اه الطول والعرض والارتفاع والكلام اللي مالوش لازمة. ونخش على المهمة. اه بالنسبة للعربيتين. احنا بنتكلم على موديل الفين اتنين وعشرين. اللي موجود حاليا دلوقتي في سوق المصري. وبالنسبة للبيو اي دي اف سري بنتكلم على موديل الفين تلاتة وعشرين اللي موجود حاليا في السوق المصري. العربيتين سيدان. بالنسبة لوكيل العربية رينولوجان. اه شركة اي 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 ام. بلد المنشأ بتاعها فرنسا. بالنسبة للعربية البيو اي دي اف سري. شركة الامل. هي الوكيل بتاعها. وبلد المنشأ بتاعها الصين. ومتجمعها عندنا هنا في مصر. اه العربية الرينولوجان نزلة اربع فئات. اما العربية البيو اي دي اف سري فنزلة فئتين. نقش على المهم اه اللي هو ساعة المحرك. بالنسبة للعربية الرينولوجان موديل الفين اتنين وعشرين دي ساعة محركة الف ستمائة سي سي اربع سلندر. بالنسبة للعربية البيو اي دي اف سري الف وخمسمائة سي سي اربع سلندر. العربيتين ستاشر صباب. القوى الحصنية للعربية الرينولوجان مية وعشر حصان عند خمس تلف وخمسمائة لفة في الدقيقة. ده يفرق معنا احنا في في مواضيع السحب في مواضيع المطالع في مواضيع التشغيل التكييف. القوى الحصنية مهمة. اه لو عايز تعرف الفرق ما بين القوى الحصنية وعزم الدوران انا عامل فيديو في القناة اه بيشرح الفرق بينهم. اه بالنسبة للعربية ال اه بي وي دي اف سري قوى حصنية بتاعتها مية وتمانية حصان عند خمس تلف وتمنمية لفة في الدقيقة. يعني الفرق بينهم حصنين. بالنسبة لمعدل اه بالنسبة لعزم الدوران. عزم الدوران في العربية الرينولوجان الفين اتنين وعشرين. مية تمانية واربعين نيوتن متر عند تلات تلف سبعمائة وخمسين لفة في الدقيقة. بالنسبة لعزم دوران العربية البي وي دي اف سري مية خمسة واربعين نيوتن متر عند اربعة تلف وتمنمية لفة في طبعا احنا يهمنا آآ عزم دوران يكون عالي مع عدد لفات قليلة تمام آآ قدرة حصانية عالية مع عدد لفات قليلة يعني ما تفرحش بقدرة حصانية عالية مع ستلاف لفة في الدقيقة مثلا او عزم دوران عالي مع ستلاف لفة في الدقيقة لا انت كل ما يكون عدد لفات المحرك قليلة وبتجيب القدرة الحصانية عالية دي وبتجيب عزم الدوران العالي معناها ان العربية دي امكانيتها امكانية المحرك بتاعتها عالية وكابس المحرك قوي فدي تبقى عربية كويسة في المقارنات بحسبها بالمنظر ده اه دخلنا طبعا اه شفنا عزم الدوران مية خمسة وربعين نيوتن بالنسبة للعربية البي وي دي اف سري اه نخش بقى في اه معدل التصارع معدل التصارع في العربية الرينولوجان اه من صفر الميت كيلو متر في احداشر وتسعة من عشرة ثانية طيب بالنسبة للعربية البي وي دي اف سري من صفر الميت كيلو متر في اتناشر واحد من عشرة ثانية ده بقى الفرق اللي انا بقولكو عليه تمام اه اقصى سرعة هنا مية خمسة وسبعين كيلو متر ده العداد بتاعها اقصى حاجة مية خمسة وسبعين كيلو متر بالنسبة اللي هي للرينولوجان بالنسبة للبي وي دي اف سري اه مية وتمانين كيلو متر الحاجات دي كلها ما بتفرقش يعني هو هو التحديد ده ممكن انا اغيره اه في المحرك. آآ نوع الفتيس آآ بالنسبة للعربية الرينولوجان كل الفئات بتاعتها نازلة بالفتيس اوتوماتيك. بالنسبة للعربية آآ آآ كانت آآ نازلة بفئات مانيول وفئات اوتوماتيك. بالنسبة الفئات المانيول خمس نقلات. بالنسبة للفئات الاوتوماتيك اربع با ست نقلات. اما بالنسبة للعربية الرينو الاوتوماتيك بتاعها نازل الاربع نقلات. العربيتين جرى امامي. اه متوسط استهلاك البنزين اه في العربية الارينولوجان. ستة واتنين من عشرة لتر لكل ميت كيلو متر. طبعا ده متوقف على كل الكلام اللي قلناه قبل كده. متوسط استهلاك البنزين متوقف على اه السعر الليترية. متوقف على القدرة الحصنية. متوقف على عزم الدوران. كل ده بيصب في الاخر هتستهلك قدية بنزين. ومتوقف كمان على حاجات احنا ما قلناهاش اللي هي وزن العربية. طلها وعرضها. اه عرضها للهوة اللي هي الايرو ديناميكس. الحاجات دي كلها في الاخر بتقولك هتستهلك العربية قدية بنزين. طيب يعني قلنا متوسط استهلاك البنزين بالنسبة العربية رينولوجان ستة واتنين من عشرة لتر لكل ميت كيلو متر. بالنسبة للعربية البي وي دي اف سري متوسط استهلاكها ستة وتلاتة من عشرة لتر لكل ميت كيلو متر. يعني الفرق بينهم واحد من عشرة لتر. اه التعليق اه في العربيتين. التعليق العربيتين فيهم ABS فرامل ABS العربيتين فيهم فرامل EBD العربيتين مافهمش ESP العربيتين مافهمش هلستارت أسست العربيتين مافهمش الطير بريشر كنترول أو الطير بريشر مونيتور العربيتين مافهمش البليند سبوت مونيتور العربيتين مافهمش لان ديبارشر وورنينجز العربيتين ما فيهمش نبدأ الحاجات الموجودة في العربيتين من اول اللي هو تثبيت مقعد الاطفال في الخلف دي منظومة كده بتخلي مقعد الاطفال يتثبت كويس في الخلف والحزام ده بيتعامل مع مقعد الاطفال زي ما الحزام بتاعك بيتعامل معك قدام بالنسبة للوسائد الهوائية طبعا الايزوفيكس ده موجود في الاتنين بالنسبة للوسائد الهوائية موجودة في العربيتين وسائد هوائية اتنين وسائد هوائية واحدة للسائق واحدة للراكب الامامي اه حساسات امامية مش موجودة في الاتنين اه الحساسات الخلفية موجودة في العربية الرينولوجن حساسات خلفية ومش موجودة في العربية البي واي دي افس ري اعلى فئة اه بالنسبة للانزار موجود في الاتنين اه اليموبلايزر ضد السرقة موجود في الاتنين السنترلوك موجود في الاتنين حزام الامان الخلفي موجود في الاتنين نخش بقى على التجهيزات الخيبة اللي هي بتعريفها الازاز الفمي موجود في الاتنين الازاز الكهرباء موجود في الاتنين مريات التضم مش موجودة في الاتنين بالنسبة للمريات الكهرباء انك تقدر تحكم في مريات العربية من جوة وانت قافل ازازك موجودة في الاتنين اشارات في المريات موجودة في الاتنين فتحة السقف مفيش في الاتنين الكاميرا الخلفية موجودة في العربية الرينا Logan كاميرا خلفية ومثبت سرعة بالنسبة للعربية الBYDF3 لا فيها كاميرا كاميرا خلفية ولا فيها مثبت سرعة العربيتين مفهومش سبويلر خالفي مقاس الجنط بالنسبة للعربية الرينا Logan نزلة على حسب فئاتها نزلة بمقاسين للجنط 15 بوصة و 16 بوصة الBYDF3 في كل الفئات بتاعتها نزلة خمسة عشر بوصم. اه خش في الهيافة بقى بالنسبة لبلوتوس العربية يعني حتى الهيافة البيو اي دي ما ركبتش لهيافة. العربية العربية الاريناو موديل الفين اتنين وعشرين فيها بلوتوس. البيو اي دي ما فيهاش مدخل موجود في العربيتين مداخل موجود في العربيتين اه الطارة المولتي فونكشنز موجودة في العربية الرينولوجان مش موجودة في البيو اي دي اف سري بالنسبة للشاشة في شاشة في العربية الرينولوجان سبعة بوصة موجودة في وسط الطابلو مش موجودة في العربية البيو اي دي اف سري الاتنين العربيتين ما فيهمش عددات ديجيتال الكشفات الامامية والخلفية الليد موجودة في العربيتين كشفات الضباب الامامية موجودة في العربيتين العربيتين فيهم اربع سماعات داخلية زير التشغيل من المحرك مش موجود في العربيتين موجود في العربيتين بالنسبة للكراسي الكهرباء موجودة في الرينيولوغان ومش موجودة في البيويد indispensable التحكم في الشنطة الخلفية بالنسبة للرينيولوغان التحكم يدوي انا مش فاهم عملت الكراسي الكهرباء ما تعمل الشنطة تحكم بالكهرباء يعني ليه هنا حاجة نقصة هنا زي ده مش فاهم هنا التحكم في الشنطة الخلفية بالنسبة للعربية البيو اي دي كهرباء دي كانت مقارنة ما بين العربتين يعني لو عايزين رأي الشخصي ما بين البيو اي دي اف سري والرينولوجان انا شايف الرينولوجان افضل من البيو اي دي اف سري رغم من الاسعار متقربة في نهاية المقارنة اشكركم لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة